بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية و قناة القرآن الكريم الفضائية يا من تشاهدون برنامجكم حياة طيبة طيب الله حياتكم و أسعد أوقاتكم تناولنا في الحلقة السابقة موضوع مفهوم الصداقة في الإسلام بتبيان لفظ الصداقة و تعريف الصداقة في الإسلام و من ثم تناولنا مفهومة و الفرق بينه و بين الصاحب الأهم من ذلك تطرق سماحة السيد في الحلقة السابقة إلى معايير اختيار الصديق الصالح بشكل دقيق و مفصل نكمل الحديث في هذه الحلقة بموضوع مقارب للموضوع في الحلقة السابقة تنظيم علاقة الصداقة في الإسلام و نعني بذلك تنظيم العلاقة بين الصديق و صديقه و دراسة هذه العلاقة من جهاتها المتعددة إذن في بداية الحلقة نرحب بسماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف مرحبا بكم سماحة سيد و حياكم الله مرة أخرى سلمكم الله تعالى و بارك الله بكم حياكم الله نعم سيدنا موضوع هام موضوع الصداقة يعني كنا نتحدث قبل بدء الحلقة في بعض مفاصلة و حقيقة القراءة الدقيقة لروايات أهل البيت عليهم السلام بهذا الصدق ولكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل سؤال هو واقعا حساس و حيوي يتعلق بالرجل و المرأة علاقة الصداقة بين الجنسين شون رؤية الإسلام يعني الزاوية مواضحة من جهة خصوصا أن الأجواء الجامعية مليئة بهذه العلاقات علاقة صداقة لا علاقة زواج ولا علاقة حب إذا صح التعبير بين قوسين علاقة صداقة أو زمالة شنو طبيعة الإسلام و شنو نظر هذه العلاقة و شنو نظمها أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله على محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صلى على محمد واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حينما نبحث مسألة العلاقة بين الجنسين بين الذكور و الإناث لا بد أن نلحظ مفهومان مهمان نعم المفهوم الأول ما معنى الصداقة المفهوم الثاني أو العنوان الثاني ما هي رؤية الإسلام في التعامل بين الذكور و الإناث يعني مجموعة الأحكام و الحدود الشرعية في التعامل بين الذكور و الإنثى لا إشكال ولا ريب هذا للمفهومان يعني أن أفهم ما معنى الصداقة بحقيقتها و ماذا يريد مني الإسلام في التعامل مع الجنس الآخر لما أنا في واقع الحال أنظر لهذين المفهومين أستطيع أن أخرج بنتيجة جميل جميل أما أنا أنظر إلى مفهوم الصداقة بما هي مفهوم صداقة بغض النظر عن الرؤية الدينية أو الحدود الشرعية هذا يعني أنا في الواقع بنيت علاقاتي و صداقاتي بغض النظر عن الدين و الإسلام هذا غير مراد يعني هذه يعني راح تكون علاقة مبنية على التجاذبات و على الارتباطات و على العاطفة بعيدة عن رؤية الله و رؤية الإسلام و أنا بعض نحن أقول لا ألتمس رؤية الإسلام ما هي رؤية الإسلام؟ منطونيها هذه ممتاز يعني أنا أريد أبني العلاقة و الصداقة وفق المعايير الدينية فهاي تختلف إذا أريد أبني علاقتي و علاقاتي على وفق الغرائز الفطرية أو الإنجذابات العاطفية فيختلف جوهري يعني اختلاف جوهري أجيب مثال نعم سيدنا مثال فينوك أنا لما أريد أن أصادق زين شنو معنى الصداقة؟ سيدنا معنى الصداقة التوادد والتحابب والتواصل و عرفتوه سيدنا بالحق الصادق هذه الصداقة يعني أنا أكون عندي نوع من الاندماج الإنجام يعبر يعني روحان في جسد وحسنت فلما يكون الصداقة بهذا المعنى زين فأريد أتحرك باتجاه هذا المعنى أريد أحقق صداقة بيني وبين الأخ سيد مهند بهذا المعنى زين هذا المعنى مرة ألحظ ماذا يقول الإسلام مرة ما ألحظ ما يقوله الإسلام إذا ما ألحظ ما يقوله الإسلام فأنت حر شو سوي سوي؟ لا إحنا سيدنا نريد رؤية الإسلام اسمحوا لي فأقول إحنا لما نريد نقول أنه أيها الناس نحن زملاء في الجامعات كيف نكون العلاقات بين الجنسين بين الذكور والإناث؟ هذا سؤالكم هذا هو هذا سيد جواب أقول تعالوا أولا نفهم معنى الصداقة معنى الصداقة بمعنى التوادد والتحابب والتواصل وإلى آخرين زين يعني أكون جذاب وأكون محبة وأكون كذا وأكون حمية وأكون على حال نوع من الحسب تعبير من العواطف المتبادل هذه إذا هي معنى الصداقة فماذا يقول الإسلام بين المرأة والرجل كيف تكون حدود العلاقة هذا شلون رحمه أحسنتم فإذا أشوف رؤية الإسلام تجاه الرجال والنساء شلون يتعاملون نرى أنه هناك شيء اسمه حجاب شيء اسمه علي حال حياء شيء اسمه عورة وعدم التبرج وعدم إظهار الزينة أحسنتم ألا ينظر الرجل إلى المرأة قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم أحسنتم فتشوف القرآن جاء يتكلم أكفر شيء اسمه تصنيف في خلق الله صنف الرجالي وصنف النسائي وبين الرجال والنساء أكو محددات هذه المحددات إذا أريد ألغيها ألغيها فأنا مو متدعين أنت إنسان مدني علماني إذا لا أريد أتحكم به هذه المحددات فلابد أن تكون علاقتي مع الجنس الآخر ضمن المحددات ضمن هذه الأطر أحسنتم فزميلتي في الجامعة هي زميلتي أما بعنوان صديقتي شنو معنى صديقتي صديقتي يعني أكو نوع من التواصل الدائم سينا حتى زميلة تشوي بيهم هم مرونة مرات الصلاة زمالة بمعنى هي على حال تزاملوني في الدرس والبحث والمناقة مو أكثر من هذا مو أكثر من هذا فأنا كزميلة أهلا وسهلا أما صديقتي شنو معناتها أنا تسأل شنو معنى الصداقة بين الجنسين هو هذا سؤالنا هنا أها فتجي تقول سيد ألم يقل الإسلام إنما المؤمنون إخوة نعم سيد إنما المؤمنون إخوة قال الإسلام نعم الأخوة ثابتة بالإيمان بالأختي غير مثل أختي بالأحسنتم بالإيمان ولكن الأخت كيف تتعامل معها تتعامل بغرائز جنسية تتعامل بحمية على حال أخوية شوف نعم تختلف المعايير أنا أنظر لهذه المرأة كأختي أختي في الله أختي في الله بلا أشكال ما أهتك سترها ولا أتعدى على حدودي وما إلى ذلك فأقول مفهوم الصداقة بين الجنسين بالأطار الديني فيه ألف استفهام وألف مؤشر أف بلا أشكال على أي أساس شنو والله أنا صديقتي شنو معنا صديقتي رؤي للنادي سيدنا شرب فالشيء نأكل تشرب فالشيء تأكل فالشيء على أي أساس أنك تأكل شيء وأنت ستنظر إليها وتنظر إليك وتتحدث معك هذا كله حسب تعبير الروايات الشريفة أن هذه أبواب ارتياب وشيطان ريبة وشيطان يقول لك أنه لا تجلس معها وحدك الخلوة معها مشكلة حرام فنجي شنقول نقول أنه لا معنى للعلاقة بين الجنسين بحسب الأطار الديني إلا بالمعايير الدينية ومعايير الدينية تمنعك أن تكون بمفهوم الصديق بما هو صديق نعم مفهوم الأخ كأخ في الله أخ في الله وعلي حال هذا لا بد أن نظر تقول له سيدنا أنا خلي الدين على صفحة هذا بحث آخر أنه بعد ما ما يجي كلامنا بعد سيدنا هدفنا أنه في كلام الدين ولكن هذا المفهوم سيدنا ربما بعيد عن كثير من طالبة الجامعة يعني هو يقر على أنه فلان مثلا هو يعبر عنها بزميلتي ولكن يعني من تنظر لطبيعة العلاقة تجدها تتجاوز مفهوم الزمانة بليد في محاذير يعني محاذير واضحة ربما مفتلين سيدنا في أسألة من هذا بلا أشكال يعني محاذير تقول سيدنا أنا جاني سؤال كنت في جامعة من جامعات في بغداد في الأسبوع الماضي جاني سؤال قال سيدنا أنا زميلتي هتش زميلتي فاتحتها على أساس أنه نبحث القضايا العلمية وسوينه تواصل فيما بيننا هو يذكر الولد يعني وبعد ذلك هذا الأمر كان فقط في الجانب العلمي الملزمة الفلانية والمحاضرة الكذائية والسؤال لمدر إيش يقول بعدين أخذ منحة آخر صباح الخير صباح الخير شلونك مدر كذا اليوم شلون كذا مدر شيت ريقيت شكلت يقول بدت قضايا تتسأل عن خصوصياتي فأنا خفت على أنه صار هناك نوع من نوع من الانجذاب العاطفي طبيعي حبيبي طبيعي لذلك الإنسان لابد أن إما أن حسب تعبيرنا يأخذ الحدية سيدنا بصراحة بتجامع يقولون عنه معقد بصراحة سيدنا يعني على حال الإنسان المتدين بحسب المنظور يعني منظور العلمانيين وعلى حال اللادينيين أنه إنسان معقد باعتبار أنه فيه عقد الدين عقد الدين يعني محددات الدين لا تأخذ أنه عقد العقدة السلبية لا أنا معقود بالدين مربوطا في الدين مربوطا بالدين جميل أنا أفتخر مثل واحد يقول ترافضي فهذا محط فخر رافضي مو سب أنا أرفض الباطل وأوالي الحق عليه من أبي طال أنا رافضي أرفض كل باطل أرفض كل ظلم لأهل البيت فليش أنت تأخذ العنوان بعنوانه السلبي نعم أنا معقد معقد بعقد الدين لأن أنا أنا دخلت مع الله هذا اسمعوها والآن السيد هو أثارها أنا ما كان فيه بالي أنا دخلت مع الله فيه شنو فيه معاهدة موشلو لا نعم الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله فإحنا فيه معاهدة موشلو سيدنا نعم نحن معاهدة مع الله هاي المعاهدة فيها طرفين فيها الله وفيه أنا واليوم أنا فيه وفد إيجا من بغداد طلبة الشباب الله يحفظهم قلتنوا ترى إحنا فيه معاملة مع الله بياعين وشرائين قال شتون سيدك لأله الله يعده بضاعة وجاي بيعها إنا وإحنا لازم نشتريها بالطريقة اللي هو يريدها فالذلك لازم إحنا شون نتعامل ويا الله بطريقة صحيحة فنحن في عهد مع الله ومعاهدة مع الله اللهم عده في طريقة هواي مهمة يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإيايا فرهم شوفوا أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي امشوا عدل وياي وأنا أمشوا عدل وياكم أما كل شيء من عندي ومات فيه بما كذا فأنا نعم معقود ومعقد بتلك العهود الإلهية التي لا بد أن أفي بها سميني معقد خير لا بس ما أنزعج هاي الكاريزمة القوية حقيقة ينبغي أن يتمتع بها المؤمن ملئ أحسنت يعني لا يبالي لطيفة في المؤمن لا يبالي علي بن أبي طالب لا يبالي كون قو الشخصية لا تأخذه في الله لو ما هيتش لا تأخذه في الله عشنو وفعد مننا للصبح يحيش عليه أنا أعرف الصح بحسب المنوازين حلو حلو مو أنه عندي اعتداد فلا يكون مهزوز سيدنا المؤمن لا يكون مهزوز خلي يكون قوي أحسنتم قوي وثابت وعندي أنا حجتي عندي موقفي أدنا الرواية سيدنا المؤمن القوي خير من المؤمن الضائف بلا أشكال بلا أشكال بزاكم الله خير سيدنا في ذات المفهوم سيدنا بعد ما عبرتم أنه نافذة الرجل والمرأة من جهة الصداقة غلقت خلي نجي إلى نافذة المرأة والمرأة كيف نظم الإسلام هذه العلاقة يعني تنظيم علاقة صداقة بين المرأة والمرأة خصوصا أن ضوابة المشاكل اللي جاي نعيشها في واقعنا المعاصر هي من علاقات الصداقة بين النساء أن تستشيرها و هي مراجح رأيها وتأخذ برأيها وتصير مشاكل شوفوا سيدنا الكريم عندما تكون الآيات الشريفة والروايات على حال المعتبرة تتحدث عن الصداقة بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين من مثلا من اتخذ صديقا في الله أو أخا في الله هذه وإن كانت وردت بصيغة ماذا المذكر أخا في الله أو صديقا لم يقل صديقة أو أختا هذا الفقهاء يقول أن هذه في الواقع منصرفة إلى جنس المؤمن يعني هي لما يقول إنما المؤمنون إخوة لا يعني أن المؤمنات ليست لستن أخوات لا 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 الجنس المؤمن جنس المؤمن يشمل بعامنا رجل والمعار الذكر والأنثى فلذلك كل الروايات اللي الآن أمامنا عشرات الروايات تتكلم عن مسألة من حق الأخ على أخيه المؤمن يعني شنو من حق الأخت على أخته المؤمنة لأنه يتكلم عن شنو مثل قضية الولد 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 يقصد بالذكر أحسنت والذكر والأنثى فلذلك في واقع الحال لا تبحث وتتعب نفسك أنه ليش ما وردت روايات تتحدث عن الصداقة بين الإناث أو بين النساء فإن الصداقة بين المؤمنين تشمل الإناث والذكور ولكن بحسب المماثلة كما ذكرنا لا أنه أنا أنثى أصادق ذكرا والذكر يصادق أنثى بذلك المعنى اللي الآن بينا في السؤال طبيعة سيدنا طبيعة علاقة المرأة بالمرأة طرقتم للمعايير الخاصة في اختيار الصديق الصالح نفس المعايير خ herkes نفسها أحسنت نفس المعايير التي تحكم العلاقة بين صديق و صديق كذكور نفس المعايير تحكم المرأة الصديقة المرأة مع صديقتها المرأة الأخرى في أن تكون صدوق أن يكون على حال ظاهرها كباطنها قلبها على حال قلبها يكون غير حسب تعبيرنا ميال إلى شيء آخر غير ما يرضي صاحبها وما إلى ذلك من القضايا التي ترتبط النصرة والوقوف والقضاء الحاجة والمواساة كلها بلا أشكال لأن هذا بشر هذا بشر وعنده عواطف ولكن للأسف الشديد هذه فرد هتشي قوس صغير افتحوا للأسف الشديد البعض يتصور أن النساء بالنسبة للنساء الأخريات أقوا حرية فيما يرتبط بالكشف والعورة وما إلى ذلك قلوا مرة خليش شوف مرة ثانية لا يجوز ذلك حتى واحدة قلت لي سيدنا أنا أروح لدكتورة والدكتورة علي حال تكشفني أقول دكتورة ما يجوز لها تكشف إلا إذا كان ضرورة كانت مو هي امرأة ما يخالف امرأة فهذا مفوصات سيدنا يتصورنا بعض الأخوات هذا بين قوسين يتصورنا بعض الأخوات أنه بين النساء ماكو شيء اسمه ستر وكذا وعورة كذا حمام النسوان يظهر أيام قول حمام النسوان كل النسوان هاي شكل ما يصير ولكن كان يتصورنا على أنه الأمر هكذا لا بد من المحددات كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة يقي الرجل كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة أخته فعلا يعني معلومة مهمة ينبغي أن تلحظ من قبل النساء خصوصا في إطار علاقة الصداقة سمعت سيد عندما نتأمل في الآيات القرآنية والروايات الشريفة نجدها أنها أولت موضوع الصداقة أهمية بالغة كثير من التفصيلات الدقيقة جدا التي تتعلق بسوء الصديق وبحسن الصديق وبميزات الصديق قد تطرقت لها الروايات الشريفة إذا كان هذا الموضوع بهذه الأهمية ليش تشاهل قد الروايات ركزت بي ما أشوف الناس مهتمة بي بالقدر اللي الروايات أكدت عليه يعني ماك موازنة سؤالك ماذا تغير سؤالك كان على أنه لماذا الأحاديث الشريفة ركزت على الصداقة بشكل كبير وبشكل على حال منقطع النظير حتى دخلت هذه الروايات في تفاصيل العلاقات أكو مبالغة فيها وبعدين سؤالك تغير أنه ما نشوف أهمية من قبل الناس هذا شيء آخر هو شقيا سيدنا أحسنتم شقيا جزا أنا سأجيب على الشق الأول عفوا المجتمع الإنساني بلا أشكال هو قائم من قبل الناس أنفسهم يعني أنا أو أنت والغير والغير هؤلاء هم الذين يشكلون المجتمع الإنساني كمجتمع فهذا المجتمع الإنساني لا يمكن أن يكون قائما بشكل صحيح وبشكل صالح على أسس هشة وعلى ركائز غير ثابتة ما ممكن لأنه أي مجتمع إذا قام على ركائز هشة وغير ثابتة ينهار لذا كنت تشوفون بعض الأحيان تحالفات السياسية تحالفات على قضايا مصالح والمصالح إذا راحت اخترب التحالف فصار أعداء وتقاتله المجتمع الإنساني لأنه يراد منه أن يكون مجتمعا متأصلا قويا مستحكما مربوطا بالدين مترابطا لا كمجتمع إنساني كمجتمع إنساني المجتمع الإنساني لا بد أن يكون مترابطا بشكل على أنه المصالح للسبب حروب المشاكل للسبب نزاعات وما إلى ذلك فهذه موقوفة على مجموعة العلاقات البينية بيني وبينك بينك وبين آخر والآخر بيني وهكذا هذا الترابط هو الذي يحكم المجتمع فالسؤال هذا الترابط الذي يحكم المجتمع ويأسس للمجتمع كينونه هل يمكن أن يكون ترابطا على حال مهملا؟ ترابطا أو يقول يا بني إحنا ما نتحكم في طريقة ترابطكم وعلاقاتكم ونوعية التعامل فيما بينكم الإسلام يقول أنا لا يهمني ذلك هل يصحه لمجتمع إنسانيا قائم على أسس متينة أن يكون الإسلام أو صاحب المنهج إسلام أو أي جهة أخرى أن يهمل تلك الركائز اللي في واحد الحال تكون هذا المجتمع؟ لا يمكن مستحيل مستحيل يعني قبيح ليش قبيح؟ لأن أنا أريد حسب تعبير أنا أريد بيت عشر طوابق زين بيت عشر طوابق؟ يصير المهندس يهمل تفاصيل الأسس كم شيش؟ وشلو نوع الشيش؟ وشلون الإسمين؟ وشلون هذا؟ والركائز شلون؟ والرباطات شلون؟ والبتل شلون؟ لابد لأن أنت راح تبني عليه مجتمع على حال عمارة فلابد أن أدخل ويجي يقول أنت ليش يا مهندسني أنت تتدخل في أنه هذا الفاصل بين الشيش والشيش بين الأثرة والأثرة هالقل 25 سنتيم ولو 30 سنتيم والأخي كل واحدة إلا حسابات جميل إذا أنا ما أدقق البنائي يوم الأيام شنو؟ تنهار نجي إلى بناء المجتمع بناء المجتمع أيضا هالشكل إذا أنا ما أدخل في أنه يا حبيبي تنظيم العلاقة علاقةك مع أخيك لابد واحد اثنينة ثلاثة أربعة إذا ما تصير ترى أنتو راح أصير علاقة مصطحشية علاقة ما أدري هالشي علاقة كذا نفاق بعدين تنهار إذا انهارت على حال المجتمع ينهار وهذا من وين أستفيد سيدنا؟ هذا من وين أستفيد أستفيد من مجموعة روايات النبي صلى الله عليه وعليه لعليا في مسألة الزواج في مسألة الزواج أنه إذا أريد إذا تتخطب فتاة ورح أبحث عن أصلها وفصلها وعفتها وما أدري عائلتها وتربيتها طرقنا لهم مجموع حلقات ولودة لو مولودة محجوبة لو ما محجوبة ليش؟ ليش سيدنا؟ لأني أريدها شريكة حياتي اللي أنا من خلالها أريد أسس أسس عائلة الحسيني من وراه أسس عائلة الحسيني لازم تكون عائلة شنو؟ قائمة على قيم ضابطة ومضبوطة لا والله أنا شفتها وعجبتني وراسلتها وقالت إيه أنا أحبك يلا وحذب يومين تنهار الأسرة تنهار فإذن من الضرورة بمكان أن يتدخل الإسلام العزيز في بياني جزئيات العلاقة وتدخول في تفاصيل العلاقة التي تكون المجتمع لأن العلاقات هي الركائز المهمة التي تربط الأفراد المجتمع بشكل وثير أما سؤالك الآخر اللي ليش الناس ما مهتمين؟ بعد الفاصل سيدنا لأن عندي حاجة بيها أحباء المشاهدين إذن تسمحونا أن نأخذ فاصل قصير ونعود لكم إلى حديث إن شاء الله بعد الفاصل بحب النبي تضاء القلوب وعطر الزمان به يستطيب ذا الخطب خيم في خاطري بذكر الحبيبي تزال الخطو تزال الخطو فإن هاجمتني غيوم الأساء وعمت بساحات روح الذنوب وإن أنحل الجسم داء النفوس وأردى بحالي فطاه الطبي فيا ربي صلي على من به نفوس الأنام بخير تطيب فيا ربي صلي على من به نفوس الأنام بخير تطيب حياكم الله مرة أخرى عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير أحباء المشاهدين تنظيم علاقة الصداقة في الإسلام محور حلقتنا لهذا اليوم في حوار رائع مع سماعة سيد رشيل الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف إذن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام ظاهرة لكم أسفل الشاشة بإذنه تبارك وتعالى لنستمع إلى مداخلاتكم ضمن هذا المحور لو تفضلتم بذلك إن شاء الله يجيبكم سماعة سيد في ختام الحلقة نرحب بكم مرة أخرى سمعت سيد سمعت سيد طرقنا للآيات القرآنية والروايات التي فصلت في جزئيات هامة لموضوع تنظيم علاقة الصداقة بين الأصدقاء ولكن الشق الثاني للسؤال هو إذا كان الموضوع بهذه الأهمية لماذا هذا الإهمال من قبل الكثيرين الذي أنتم قلتم أنه أدي كلام فيها سؤالك جميل وسؤال عليها فالصميم إذا كان الإسلام يهتم للعلاقة ويتدخل في بيان شؤونها وجزئياتها وحدودها نعم ومميزاتها ليش الناس مهملين لهذه الأمور فجوابي سيدنا رح يكون هالشكل أنه هل من المستغرب أن يكون الشيء مهما عند الإسلام والناس يتركونه يعني التغريب عندك أنه الإسلام يهتم لشيء والناس لا يهتمون به أصلا أخوال مصلحتهم سيدنا ليش ما يهتمون به لا أسأل سؤال سيدنا أنه هل غريب هذا وهل هناك أهم من ولاية علي بن أبي طالب هل هناك أهم من خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله هل هناك أهم من تركة الإسلام اللي رسول الله يدى تركه للأمة جيد رسول الله 23 سنة تحدث في قضية علي بن أبي طالب أنت مني من زهر وموسى أنا علي حمام تمهيدات عديدة كل هذا وقضية الغدير والمباهلة وإلى آخر الأمة ما راحت ما راحت أهملت لما أهملت أهملت فما ما استغرب سيدنا إذا النبي الأعظم يقول ما بني أو أن الإسلام بني على خمس على الصلاة والصيام والحج والجهاد والولاية وما نودي بشيء كما نودي بالولاية وين الولاية وين صارت ولاية الجور ولاية الصلاطين الجور الآن الفقه السني الفقه السني يعتبر أنه الرؤساء وين كانوا على حال يتعاطون الخمورة ويدعبون القمار هم شنو ولاته أمرين فاوين صارت يعني وين يعني ليس غريبا يا سيد أن أنت تقول الإسلام أولى اهتمام لشيء والناس ما اهتموا زين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وقال الحديث الشريف الصلاة عمود الدين وقال أنه الصلاة انقبلت قبل ما سواه وان ردت وين اهتمامنا بالصلاة مع أن القرآن ما شاء الله عن الصلاة ما شاء الله عن الزكاة وين اهتمامنا بالصلاة الأمر معروف أنه يعني منكر يا سيد جيد أنه الإسلام أكد على الأمر معروف أنه يعني منكر قوتل الأئمة وقوتلوا وذبحوا الأئمة صلاة في سبيل الأمر معروف عنه من الذي الآن يهتم به فأهتمام الأمة شيء وأن يكون الأمر حقيقي شيء آخر الأمة قد لا تهتم بالحقائق الأمة تهتم بقضايا قد ماذا ما تنجدب إليه ما يكون في مصطحتها بل فهذا سؤالكم أنا غريب بالنسبة لي ليش الناس ما اهتموا الناس بشون اهتموا حتى يهتموا بهذه كون يهتمون سيدنا ها فليس مستغربا أنت تقول مستغرب أن الناس ليس مستغربا يا سيدنا الكريم فإن الناس لم يهتموا بجوهر الدين يجون يهتمون بقضايا كذا والآن ما ندخل في القضايا حال للتجري في مجتمعنا العراقي ما هي القضايا مهمة في مجتمعنا العراقي منه يهتم رايح في قضية مولانا بسيطة ويبحث عن قضايا جزئية والقضايا الأساسية تارك نعم سمحت سيد حقيقة كثير من الأهالي يشكون في سياق متصل مع الفقرة التي قبلها على أن الناس أهملت يشكون أن أبنائنا تربيتهم عالية جدا ولكن مرافقتهم لصديق السوء قلبت الموازين رأسا على عقب فلتت الأمور من إدي أنا فلتت أنا أبو يقع أنا والدة ما يسمع من عندي يسمع من صديقة شونا قيمت أنا بعد شونا حل الموضوع سيدنا شوف سيدنا لازم قضيتين تلحظ بعين الاعتبار قضيتين نعم قضية الأولى أن الهدم أسهل من البناء هذه قاعدة ثابتة عندك الأولاد ثابتة ثابتة الهدم كل سهل كل بيت صعوبة أحيب سرعة تخلص أحسنت هذا الكاس أشقيد يريد له وقت إلى أن يصير هذا الكاس الآن بنص ثانية أو جزء ثاني أحطمه فالتهديم والتخريب في الواقع أسهل بكثير وأسرع بكثير من البناء البناء صعب البناء تدريجي البناء يحتاج إلى وقت مرهق فلذلك قضية الهدم أسهل فلذلك نجد أن عملية التهديم بسهل غزة حرقوها في عشرين يوم صارت قاعا صفصفة في حين هي مساكن عشرين سنة يبنون فيها فالقضية هذه قاعدة أحفظها قضية الثانية سيدنا قضية الثانية أن الإصلاح والدين والأخلاق والمثل العليا هذه قضايا تنافي أو تقف أمام الرغبة والشهوة والحوب والفرفشة وووه ووه ووه يعني أن الدين في الواقع والإصلاح الديني أو التربية الدينية فيها نوع من المحددات التي بيناها في ضوابط وعقد عقد دينية هذه المحددات بلا إشكال إنسان يحس نفسه مقيد فلما تسرح يقول لي الله أركض وأنت حر بلا إشكال ينجذب إلى وين إلى حالة إلى حالة الإنفلات فالإنفلات مرغوب والتقيد النفس تريده أحسنتم إذا أتت هذان الأمران وضعتما بعين الاعتبارك فمن السهل جدا أن ابني أنا خمس سنوات تعبان عليه سيدنا خمس سنوات إلى أن هيأتي يروح للروضة لا كلمة تعبانة لا حركة سفيهة لا ما أدري كلام قبيح أبدا علمته بالوضع النطيف والجميع راح للروضة يوم الأول يوم الأول بالروضة يعني أنا خمس سنوات اشتغلت عليه هذا خمس ساعات راح للروضة خمس ساعات رجع لي بكلمات تعبانة بابا شنو هاي منه قال قال المعلمة تقول وكلمات تعبانة شوفوا فعملية الفساد عملية الخراب بسرعة بسرعة ما تحتاج إلى مؤنة ثانيا الطفل لما تقول أنه افعل ما تشاء أو الشاب افعل ما تشاء أخو أسهل من أنه تعال أنت كن ملتزم وكن كذا هذه نقطتان لا بد أن نلحظهما على أن لا نستغرب أن الأولاد في واقع الحال إذا انفلتوا إذا انفلتوا وأصبحوا في وضع غير مرضي فاعلموا أنه في واقع الحال نحتاج إلى نقطة ما هي النقطة راح أبينها عندك التصالح نعم سيدنا راح أبينها نقطة مهمة إن شاء الله سيدنا نسمحونا نأخذ التصال من الأخ أبو عقيل من بغداد حياك الله أخو أبو عقيل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم السيد والسيد الله يخبركم إن شاء الله الله يبارك سيدنا اليوم يعني مثل ما تقول الأوم والبنت أحنا نتمنى أنه تكون شون صديقة أو مرآة للبنت الأوم لأن اليوم جاي نشوف بالمجتمعات فهواء أمور كثيرة يعني سيدنا سلبية موجودة بالمجتمع فأحنا نتمنى أنه الأوم تكون صديقة لبنتها من تكبر أهلا سيدنا واضح واضح مداخلتكم واضحة يسمعها سمعت سيد شكرا شكرا جزيلا إلك اتصال من الأخ ميثم من السماو حياك الله ميثم يا الله أتكلم سلام عليكم تفضلوا أنت على الهواء مباشرة السلام عليكم سلام عليكم السلام رحمة الله سلام السيد السلام السيد الله الحب إن شاء الله السلام السلام سيدنا نحن جاي نلاحظ شوية جاي نلاحظ صعوبة بالتعليم جاي نلاحظ صعوبة بالتعليم يعني أخ ميثم نص التلفزيون وسمعنا من الهاتف لو سمعت صعب 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 مشكلة مشكلة أنه ما كفت إعلاقة بين الأب والطالب الأب صعب صعب ما جاي نشوف أكفت إعلاقة طيبة ما كفت إعلاقة بالدنيا بين الطالب وين الأبي على الحقيقة فإحنا نحاول بقدر الإمكان أن يعني نعني دائما وعيهم على بر الوالدين يدير بالك على باب يدير بالك على ماما لكن ما كو ما كو جدوى يعني المشكلة هنا وكذلك أنه وجه يساعدوننا مثلا دائما دائما الأبي حضرتك حضرتك مدرس أستاذ ميثم تقول ما كو علاقة بين الأب والاب المو الطالب تقصد غير نعم نعم شكرا لك سؤالك واضح إن شاء الله يجيبكم سمعت سيد في نهاية الحلقة شكرا لكم نعم سمعت سيد تفضلتم في جناب السيد الكريم سأني سؤال أنا أكرر على الأخوة المشاهدين قل لي سيدنا الناس يقولون ليش إحنا نتعب سنين ونربي أولادنا ولكن في فترة قياسية صحبة وعلاقات كل هذا اللي بنيناه على حال يفسد وينهدم ويذهب السوداء أنا قلت له قلت له على حال سيدنا القضية أولا الهدم سهل وثانيا الناس ينجذبون إلى الأمور اللي تلائم رغباتهم نفسيتهم وشهواتهم إلى إشكال يوم اللي قلت عن نتونس الروح أتونس هي الونسة ونسة فينجذب بدل ما يقول تعال صلي واضح فتشوفون طبيعة الإصلاح أو طبيعة التهذيب هي طبيعة لا تنسجم مع النفس اللوامة عفوا النفس الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء تجذب الإنسان على حال السوء فمجاهدة النفس لذلك يقولون أن مجاهدة النفس هي صعبة زيت شير اللي أريد أقولها شير مسلم للعوائل اللي تشتكي العوائل اللي تشتكي أنه أولادنا طاحوا وأولادنا راحوا سيدنا خصوصا المراحقة بل بل أولادنا إحنا اتعبنا والآن نشوف صلاهم بي صلون أقول كلمة هواي مهمة أرجو أن تلتفتوا إليها نعم شوفوا عملية الإصلاح والتربية عملية مهمة جدا 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 شلون يعني سيدنا عملية التربية عملية مهمة جدا ولكن أنا اللي أقولها تربية خوة مهمة تسكية النفس مهمة أنا أراقب أولادي وأصدحهم مهم جدا 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 ولكن الأهم شنو هذا اللي يقولون شنو الأهم الأهم من التربية نفسها الأهم من أنه أنت تتعب على ابنك في بناء الصحيح أهم منه أن تحافظ على ما بنيت أف ما صار واضح لا صار واضح أن تحافظ على ما بنيت يعني أنه هذا أفقد أحسنتم فأنت لتصير يعني بعض بلا إشكال يا أخي الكريم يعني الناس مو حجر الناس شعور وعصاب وشهوة ورغبة وكل شيء لذلك الإسلام العزيز لما يقول أيها الناس على حال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلحوا المسلمون فلحوا وفي فتح مكة مئة ألف إنسان دخل إلى مكة فتح المبين أنا فتحنا لك فتحا مبينا حلوها ذلو لا سيدي بحث قرآني لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله من الذي وقف على منهج رسول الله شوفوا أحسنتم يعني ليست العملية العملية البناء مهمة جاء أقول جدا 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 ولكن الحفاظ على البناء تقول ماكو شي ثابت سيدنا ماكو شي ثابت بلا أشكال ماكو شي ثابت بس شون أحافظ على اللي سويته أنت كأم لما تعبت على بنتك لا يعني أنه خلص الحمد لله سيدنا أنا ربيت ما شاء الله كذا حجاب بس حجية لما تروح للمدرسة تروح للمعهد تروح للكلية هذا اللي أنت بنيتيه من الثوابت لو قد تزول قد تزول ولذلك القرآن الكريم يقول فاستقم الاستقامة أهم من الهداية واحد يهتدي بس هو في مهب الريح شو الفائدة فلذلك أنا هذا اللي قلت أنه مهم فيما يرتبط بتربية الأولاد وتربية الطلبة وتربية الجيل نحن نضع مناهج للتربية مناهج للإصلاح والتهذيب كل مهم ولكن لازم نضع منهج آخر هذا أنا قلت لبعض الأساتذة المشرفين تربوين قد غير المنهج التربية اللي يتخلوه خلوه منهج آخر كيف نحافظ على ما ربيناه كيف نحافظ على ما بنيناه الحفاظ على ما بنيناه مهم بل أهم فلذلك قال شيبتني سورة هود قال إلى رسول الله ما الذي فيه سورة هود قال فاستقم كمان الاستقامة متعبة استقامة منهكة وفتعال أنت جيب الناس دي عليه حال يبقون على السبيل وعلى الطريق لذلك الآباء والأمهات مسؤوليتهم الكبيرة المهمة أنه بعد ما ربوا أولادهم يراقبوهم بعد ما ربوا أولادهم عليه حال لا يتركوهم سيدنا قضية المراقبة الله يجب أن نقف عده لو أسمحنا بعد أن نأخذ التصال من الأخ حيدر من واسط حياك الله أخ حيدر السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعزك مولانا نحن أغلب الأفكار السلبية جيت السواق لنا من سنة يعني الواقع بالتراضي وتمنى إذا واسطنا يعني ترتفق أي برنامج المجيب يعني يكون دي تواصل ويكون دي أكثر يعني مثلا بس إذا تعيدون المداخلة والمقترح أخ حيدر شوية الصوت ما كان واضح العفو أستاذ يعني إخنا أغلب الأفكار جيت السواق لنا من الخارج من الأفكار حصوصا الأفكار الخبيثة يعني نتمنى لو مثلا فكرة ما البرنامج المجيب يتوسع بيها يعني فكرة الصداقة فكرة التنمية فكرة العلاقات أحسنت أشكرك شكرا إن شاء الله يجيبكم سمحت سيد شكرا لكم سمحت سيد حقيقة مفهومين مهمين مفهوم المراقبة هذا مفهوم المراقبة عندما نحطه في إطار التربية البعض يقول لا أصلا من السوء لأنه الأب أو الأم تراقب بتها على أنه هاي زعزع ثقتها في نفسها من جهة ومن جهة ثانية سيدنا الإطار اللي طرحته بالموضوع أعتقد يعني بنوع من الصعوبة يعني على الأبوين أنه هل قد الموضوع مهم هل قد يحتاج إلى متابعة فاستقم شوفوا هاي هم مشكلة عندنا مشكلة في المفاهيم نعم سيدنا مشكلة في المفاهيم شلول حلها يا سيدنا أنت لما تراقب ابنك لما تدير بالك على ابنك يقول هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أريده موجود حاصل وين كانت ما نزرع أتزرع وريد أتابع هذا الزرع أحسنتم فالتحسس هي المراقبة التحسس هي المواضبة وليس التجسس اللي هو في الواقع نوع من الدخول في حريم الآخر الدخول في حريم الآخر ممنوع ولا تجسسوا فهذا خلط في المفاهيم أحسنتم هوا مشكلتنا نخلط في المفاهيم سيدنا لما نخلط في المفاهيم يشوف الجهل يطفو يطفو ويغني في حين يا جماعة لا بسرعة تعلق ولا بسرعة تحكم حاول أن تفهم القضايا بشكل صحيح إحنا نتكلم عن مراقبة الوضع ابنك راقبا منه أصدقاء يجريد يعجبني أحد الأخوة وأنت تعرفه سيدنا يقول سيدنا أنا أصدقاء ابني كلهم أعرفهم أرقام تليفوناتهم أبوهم بيوتهم كلهم أنا رايحهم وزايرهم وأعرف أبهاتهم شنو قلت لأ أفيا بيك قال بلي ابني هذا سيدنا جد من عنده بالمجتمع سيدنا أحسن ماكو سيدنا ماكو ما يدر ابنه شي دروس ما يدر ابنه أي صف أصلا ففي واقع الحال سيدنا لما أنا أراقب ابني علاقاته أصدقائه نوعية تواصله حتى ليش أنتو ترحون بعيد يعني ليش أنتو لما الغربين يسوون شيء ما شاء الله صفوا يقولهم الكل ينبهر به ينبهر لأن الغربين سووا شيء لما الإسلام يجي يقول لنفس الشيء يقول لا 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 هذا التقيد هذا كلا ألم يعملوا الغربيون أنفسهم ألم يعملوا شيء اسمه في هذه السلبرات هذا الشي سموهما السلبرات أي هل ما الفضائيات وكذا مش كاتبين عليهم الرقابة الأبوية شون يعني الرقابة الأبوية رقابة أبوية أنا أدير بالي على ابني أنه في قضايا غرط تطلع هذا لا يشوفه مو زين مو صحيحة إليه وإن كان هم الآن قلبوا على هالقضية الأوروبيون انقلبوا على هذي المفاهيم قالوا لا الطفل لازم كل شي يشوفه كل شي يمارسه كل شي يتعلم سيدنا نذهب الاتصالات الوقت لا يسع في الأخ أبو عقيم من بغداد يقول مفهوم الصداقة ممكن أن يتحقق بين الأم والبنت خصوصا أن الأم والبنت لا بد أن تكون بينهما علاقة صداقة بهذا المعنى تعليكم على هذا الأمر باختصار بلا إشكال على أنه أحسس ولدي أو بنتي على أنه أنا المهيمن وأنا الولي وأنا الأعلم أنا الأفهم أنت ما تفهم أنت كذا أنت جبان أنت فاشل هذا هذا مخرب مخرب لنفسية الطفل أن أفهم أنه أنت بابا أنت فقتي أنت أن رواية هواية جميلة يقول أنه استشير ولدك استشير؟ أي استشير يقول بابا أن أشتري أنا ستائر للبيد شو رأيك بابا كذا بش نروح نشوف هذا الولد يحس على أنه أبو أنت قيمة ما نريد أن نطبخ فلان أكله شو نرايش فلان أكل نطبخها أو فلان قضي نسويها أو نطع فلان مكان شو نرايش هذا الشو نرايش أفضل من قومي قومي الله ويايا قومي كذا هاي قومي ويايا هذا النوع من الهيمنة نوع من الاستيلاء البد تحس أنه أنت إنسان تريدين شنو تستعبديها في حين هاي العلاقة والمودة والصداقة والاستشارة أن يستشير ولده أن على حال يجعل له ثقة يجعل له شخصية منها إشكال هي التي تدعو إليها مفاهيم الإسلام الأستاذ ميثم هو تربوي من محافظة السماوة يقول صعوبة بالتعليم ومشكلة عدم وجود علاقة بين الأب والابن وهاي نستشعرها كمدرسين في المدرسة أن الطالب يأتي وعندما ندرس خلفياته أنهم ما كوا أي مستوى أدنى مستوى علاقة بينه وبين أبوه مشكلة هي هاي سيدنا أزمة أنه الآباء للأسف يعني يستولدون الأولاد ويكثرون بالأولاد ولكن ليست لديهم تجربة في التربية الابن يعني عبد الابن يعني مستخدم يقول لي يا ابن شنو هذا قال هذا أريده اليوم شنو يوم عوزي موشكل؟ هذا ابني أريده أن يوقف لي ويشتغل لي كأنما هذا أدات حتى أنا أستعملها وأستعبدها هذا الشعور وعدم الفهم بأصول التربية هو اللي يخلي الأب في وادي والولد في وادي آخر وللأسف ما أكون سجام يعني الأب اهتماماته شيء والابن اهتماماته شيء آخر ولما يتكلم مع الأب أنه ابنك شنو اللي يرغب له بفعل ما أدري شنو ما تدري رغبات ابنك توجهات ابنك على حميول ابنك هذه لا بد أن يتحسس الأب بشكل جيد حتى يمكن له أن تكون له علاقة وودة فيما بينه الأخ حيدر من واسط حقيقة من المتابعين جيدين يقول أحب الله لو تجعلون نافذة في برنامج المجيب في الواقع في تطبيق المجيب إحنا الآن عندنا نافذة تسمى الأخلاق ونافذة تسمى الاستشار الأسرية استشار الأسرية الآن ما شاء الله يومية تجينا مسائل نجاوب عليها كيف يمكن حل مشاكل أسرية وعلاقات بينية تحصل بين الناس شكرا جزيلا سمع سيد في ختام الحلقة نشكركم جزيلا شكر على ما تفضلتم بإذن الله طرح الجميل إن شاء الله للحلقة القادمة نطرح موضوع آخر كما الشكر موصول لكم أحباء المشاهدين شاهدتم هذه الحلقة من برنامجكم حياة طيبة نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذنه تبارك وتعالى وموضوع اجتماعي آخر إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة